تخيل تكون في علاقة مع شخص بعيد عنك وصعب انك تقابله او تشوفه لظروف معينة كل اللي بينك وبينه تليفونات او كلام بينكم على تشات في الحالة دي الشخص ده ما بيباش سهل ابدا انك تجذبه او تسيطر عليه وحتى لما بتحصل بينكم مشكلة بسيطة وتحاولوا تحلوها بتلاقي المشكلة دي كبرك جدا لانكم بتحاولوا تحلوها على تشات بتلاقي نفسك وانت بتتكلم معاه مش سامع نبرة صوته مش قادر تشوف تعبير وشه ولا تحس ليه بالظهر والنقاردة هقولك على اسكى ستة خطوات في علم النفس تقدر بيها انك تخلي الشخص ده يتصل بيك ويبعث لك رسائل ويلحقك طول الوقت يلا نبدأ اول خطوة لازم تعملها مع الشخص البعيد عنك ده عشان تخليه يلحقك طول الوقت ويكلمك ويبعث لك رسائل هي انك ما تحطش ابدا نهاية لانكلام معاه بنوعنا ان العلاقة بينك وبينه لازم يكون بيحكمها الغموض والفضول وعشان ده يكون موجود لازم ما تنهيش ابدا الكلام بينك وبينه يعني بلاش لما تكون بتتكلم معاه تقول له شوه انا مش عارف تكلمك دلوقتي انا هكلمك بعد ساعة او بعد ساعتين او بالليل بلاش تبديله مواعيد تكلمه فيها يعني حاول تختفي فجأة بعد كده تظهر وتكمل كلامك عاديك نفس الكلام لما تلاقيه تأخر عليك في الرب او تلاقيه تجاه الرسالة معينة انت باعتها له او تلاقيه ما بيسألكش بخصوص موضوع معين او ما فتحش موضوع انت مستني انه يكلمك فيه بلاش تقول له ليه ما عملتش كده او انت فيه نكلمني ليه تأخرت في الرب ما تعملش كده خلي الحوار بينكم يخلص من غير نهاية من غير ما تقوله سلام من غير ما تقوله هنتكلم بعدين عايز تحافظ على العلاقة بينك وبينه على الاتشات او التليفون خلي الحديث بينكم شافئل لانه طالما الكلام بينكم مش بينتهي ومفتوح دايما فانت كده بتخلي الباب مفتوح للشخص ده بحيث انه يقدر يكلمك او يبعاتك في اي وقت زيقت كمان ان انت كده تخليه دايما يبقى منتزرك يا طرع انت اختفت فيه ليه ما تكلمتش ايه اللي بيحصل بالزبط وده يولد عنده الغموض ناحيتك وكمان الفضول وده مهم جده عشان علاقتك تستمر بالشخص البعيد جده عنك ده لان مشكلة العلاقات انه في نقطة معينة بتلاقي الكلام انتهى وعشان ده ما يحصلش ما تحطش امدا نهاية للكلام معينه عايز تنسحب من الكلام انسحب من غير ما تنهي الكلام وبعد كده ترجع تاني تاني خطوة هي انك لازم تسأله في التفاصيل بمعنى ان الشخص البعيد عنك ده مهم جدا انك تتابع معاه تفاصيله من وقت للتاني عشان يحس انك معاه وانك قريب منه يعني مثلا لما يجي ويحكي لك مشكلة معينة ويعد يوم اتنين تلاتة اسبوع حاول انك تتكلم معاه مرة تانية في المشكلة اللي حكيها لك دي اسأله صحيح عملت اين في المشكلة اللي انت حكيها لك دي اسأله؟ قلت لي قبل كده ان انت عندك مشوار في المكان الفلاني عملت ايه صحيح؟ يعني يبين له انك مازلت مهتم باللي حكيه لك وفاكر تفاصيله وتكلم معاه فيه وصدق ان ده يقصل فيه جدا وهيتخليه حس ان انت معاه بالرغم انه بعيد عنك لسبب واحد بس هو ان ان بتتكلم معاه في تفاصيله الصغيرة الخطوة الثالثة ودي مهمة جدا وهي انك اوعى تحكم عليه او تلومه لما يجي يحكي لك حاجة عنه ما تعجبكش لازم تعرف ان الشخص البعيد جدا عنك ده لما يجي ويحكي لك على حاجة هو عملها وتلقى الحاجة دي دايقتك فلو لونته او عطبته او عملت مشكلة فالله يحصل هنا انك هتكون ضيعت على نفسك فرصة انه يحكي لك كل حاجة هو بيعملها بعد كده وهيفكر الف مرة لما يجي ويحكي لك حاجة يعني هيحكي لك بس بعد كده الحاجات اللي انت ينفع تسمعها مش اكتر الشخص البعيد عنك ده واللي ما فيش بينك وبينه الا تليفونات او محادثات مهم جدا انه يكون صريح دايما معك مهم جدا انه يعرفة كل كبيرة وصغيرة بتحصل في حياته حتى لو كانت سيئة حتى لو كانت ما تعجبكش فدايما حاول انك تباين تقبلك لكل الامور اللي بيقولها لك او بيشاركها معك حتى لو ما كانتش عجبك لانه هو ده اللي يخليك تعرف معلومات عنه ما كنتش هتقدر تعرفها باي طريقة الا اذا هو اللي قلالك وعشان يستمر في انه يقولك كل اسرار وكل الحاجات اللي هو بيعملها فاوعى ابدا انك تلومه او تعجبه بالعكس اتكلم معه بشكل عادي وكأن انت ما عندكش اي مشكلة في اي حاجة هو بيعرفها لك عشان تعرف حقيقته باستمرار وعشان ما يخبيش عنك حاجة او يجذب عليك في حاجة طبع خطوة هي انك ما توضحش للشخص ده مشاعرك باستمرار حاول انك توضح له بس لما يطلب بينك انك توضح له يعني بلاش عمال على بطال تقوله انك مشتقل جدا انك بتحبه جدا انك بتفكر فيه كتير ما تعملش كده لما تلاقيه هو ده يقولك انه بيحبك قل له انا كمان بحبك لما يقولك انه مشتقلك رد عليه انا كمان مشتقلك جدا يعني حاول تكون تعبيراتك عن مشاعرك مجرد ردود افعال بتدهاله يعني ملاش انت اللي تبدأ بالكلام فيها لانك لو انت اللي بدأت فممكن جدا انك تقع في غلطات كتير زي انك تعبر له عن مشاعرك في اوقات مش مناسبة فتلاقي تجاهلك او مدكش رد الفعل اللي انت كنت متوقعه ودي طبعا حني هتدايا جدا يعني لو قطرت في انك توضح له مشاعرك فانا هتلاقي بدأ يمل منك او بدأ يتعامل معاك على انك مضمون يقدر يكنمك في اي وقت وده للأسف هيخليه تجاهلك اما الخطوة الخمسة واللي هتخلي الشخص ده يتحسن جدا معاك هي انك تقلل تصرفاته دايما افتكر ان الشخص البعيد عنك ده اللي انت بتتواصل معايا عن طريق التليفون انت ما تعرفش حالته النفسية بالضبط في اللحظة الحالية عشان كده اللي لازم تعمله ببساطة هو انك تقلل تصرفاته اتصل بيك اتصل بيه بيبعط لك رسالة ابعط له بيكلمك في موضوع معايا كلمه في نفس الموضوع بيرد بكلمة رد بكلمة بيكلمك باموشانات وكلام كتير جدا اعمل نفس الحاجة يعني حاول انك تعكس تصرفاته لان التصرف اللي يصدر منه في اللحظة الحالية هو تعبير لحالته النفسية في اللحظة الحالية فحاول انك تعامله بالاسلوب المناسب لحالته النفسية مش الاسلوب المناسب لحالتك انت النفسية الشخص ده ممكن يكون في اللحظة الحالية مفسود جدا وانت متدائق جدا او مفاعل فتلاقي نفسك بتكلمه ببرود وانا هيحصل مشكلة بينك وبينه او ممكن ان الشخص ده يكون حزين او مكتائب او مفاعل او عنده مشاكل وانت تكون مبسوط جدا وتروح تعبره عن مشاعر وتحاول انك تبعت له كلام كتير جدا بحماس فتتفاجئ انك تلاقيه بيرد عليك رض ببارد وانا هيحصل سبوة بينك وبينه ومشكلة عشان كده مهم جدا انك تقلق تصرفاته في التواصل معاه عشان تضمن ان انت وهو على نفس الخط وتكون متفاهمين دايما في الكلام اما اخر واهم خطوة هو انك لازم تعرف ان اللي لازم تاخد بالك منه كويس جدا في علاقتك بشخص بعيد عنك هو انك تسلي دايما انطباعه عنك ايجابي وده معناه انك ما تشاركوش دايما مشاكلك ما تشاركوش دايما الحاجات اللي بتسببلك حزن وتعاسى وكعابة ليه لان الشخص البعيد عنك ده واللي مفيش وسيلة التواصل بينك وبينه الا البوبايل اللي عارفه عن حياتك او عن شخصيتك هي الحاجات اللي انت بتقولها له فبالتالي لو كنت بس بتقوله الحاجات السيئة او السلبية لو كنت بتقوله الحاجات اللي فيها شك وفيها حزن فانا اتلاقي كون انطباع سلبي وسيء جدا عنك ولازم تعرف يا صديقي ان ما فيش اي شخص ابدا بيحبه وبينجذب لحياة سيئة او لشخص كئيب او تعييس عشان كده ضروري دايما في كلامك معاه ان يكون فيه ايجابية يعني لما يسألك عن احوالك او اخبارك عرفه ان انت دايما في احسن حال لما يسألك عن يومك قله ان اليوم كان حالو جدا وان انت كنت مبسوط جدا النهاردة مهم جدا انك تبين للشخص ده انك ايجابي في شخصيتك وفي حياتك وده هيخاني انجازب ليك اكثر ليه لانه مش هيحس باي ضبط او مش هيحس انه مجبر يسمع مشاكلك ومش هيحس ابدا انك سلبي في الفيديو ده شاركتك اسكى ستة حياة نفسية اللي لو طبقتهم مع الشخص المبعيد عنك واللي عنقتكم كلها تقريبا على الموبايل او لتشات فانا بوعدك انك هتخلي الشخص ده يتعلق بيك جدا ويرتبق بيك لنابد اشتركوا في القناة